أدل الأغنديون بأصواتهم الخميس في انتخابات رئاسية يتنافس فيها النائب الشاب والمغني الشعبي بوبي واين مع الرئيس المنتهية ولايته يواري موسيفاني المرشح لولاية سادسة بعد 35 عاما في السلطة وسط مراقبة مشددة يجسد واين أملا بالتناوب على السلطة لدى قسم من الشباب في هذا البلد الفقير الذي يضم 44 مليون نسمة بينهم 18 مليون ناخب وتخللت الحملة الانتخابية أعمال عنف مع توقيف معارضين واستخدام الغاز المسير للدموع وفي بعض الأحيان الرصاص الحي ضد أنصارهم وفي 22 نوفمبر قتل 54 شخصا على الأقل على أيدي الشرطة في أعمال شغب اندلعت على خلفية عملية اعتقال لبوبي واين موسيقى شكرا شكرا أن المصreiben شكرا لمえーضم elع